اشتركوا في القناة الرابع الذي تمت على طرق تابعون من الله وتوفيق نتمنى دائما التوفيق لكل المشاركين وحظفر للذي لم يحالف الحظ بهذه اللحظة تابعنا مهمة الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه كان بشوت قبل هذا الشوت التهنية موصولة لعبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي وسلام ذهبتها للسلطنة محملة على ظهر مهمة التوغيط الزمني 4 دقائق 35 و94 جزء من الثانية هذا هو التوغيط مهمة الذي شاركتنا بلد المعتاد تهانينا للجميع انتلغنا بشوت الرابع الذي حمل عنوان الجعدان لسن الحجائق دعونا نرحب الصدارة هنا على مقدمت الشوت اطلس على ما يبدو ليتقدم احمد بن عبد الله بن ضاحب وعميم الذي بدأ يقود بدأ يد الشوت النغلة تاله الى المستوى الثاني من يتقدم بمسار الجمل وصل هناك صحابة الذي قادم يتابع احمد بن عليب الكتبيب الذي يتابع لنا المستوى الثاني ولكن شوف التدخل الذي قادم شوف التدخل الذي قادم بنتعرف على اسمه على ما يبدو ليتحمل الرغم 14 بناخذ بمتابعة غازي هو الغادم علي بن سلطان النعيمي بن عويد النعيمي الذي غادم من المستوى الثالث والمركز الرابع عود بن ايلم صيح الذي واصل صالح بن سالم بن غسر العامري المركز الخامس جوله لحامل رغم ثمانية عندك محمد بن علي الشدي المنصوري والمركز السادس ولا بنكتفي إذا مركزنا السادس هو نجد الذي قادم يتابع محمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعية تغدب محمد بهذا الهدى الجميل هكذا النتيجة لستة نويل عد ومتابعة وتقديم ولكن مصور محمد الخضر له الشكر والتقدير ياخذ جوله عبر هذه الأسماء الغادم عبر هذه الشعارات الواصلة الكل يبحث عن الإنجاز العودة إلى الزمام الأمور العودة إلى الطلس غاد هذا الشعار منذ البداية مسيطر سيطرة تامة أبو عبد الله يتابع ويقدم هذا الشعار أعتاد عليه الجميع أحمد بن عبد الله بن ضاحي أبو عميم ولكن دير بالك الجماعة واصلين الكل بدأ يغترب الكل بدأ يأتي شاهين يغترب سيب بن ضاحي بسيب الرميثي بأول نداحة هذه اللحظات بدين نشارف الكيلو المترخير بدين نعاين ولكن تخلصنا من هذه اللافت الخطيرة الاتجاه إلى وين بوابة الاتصار أو بوابة النموس العودة إلى الشعار الرميثي الرميثي الذي غاد الصدار ما شاء الله يتقدم السلال الشهينية يغودها هذا الشعار سيب بن ضاحي بسيب الرميثي يا السلام بدون أي ذكر أوامر بدون أي تعليمات تذكر المركز الثاني وصل المركز الثاني يا متتابع الرابح الذي غادم راعي هذا الشعار الشعار الشامخة الذي تابعناه وقدمته عندك يا ابن رويشد إذن محمد بن راشد بن سالم ألك عبي يا سلام الأمور بدت بالخطر المركز الثالث هناك أعطنا الطلس غادم أحمد بن عبد الله بالضاحب وعميم المركز الرابع شوف التحركات وصل أشعار خالد بن محمد الذي غادم على المستوى الرابع والمركز الخامس أعذروني من هذا الاسمام العودة إلى زمام الأمور يا سلام يا أليشويب يا سلام يا أليشويب النغطة الثالثة النغطة الثالثة يا ابن رويشد الله الله صباح الخير يا راعي الرابح أنت رابح بالإنجاز أنت رابح يا لك عبي مشكور يا محمد يا بن راشد يا لك عبي سلام سلام بن رويشد سلام سلام لأليشويب سلام النغطة الثالثة على التوالي بهذا الأبداء المعتاد المركز الثالثة متابعين الكرام بكل مكان عودة بالاسماء الغادمة عودة بالشعارات المتميزة تابعنا الرابح الذي ربح الانجاز الذي سجلسه تنجازاتا بانجاز المركز الثالثة وصلنا إليه عند كيرا شاهين يتابع ويرافغ إذن سيب بن ضاح الرميذ على المستوى الثاني المركز الثالث كان عن طريق شعار خالد بن محمد أو خالد بن سعيد بن محمد على المستوى الثالث والمركز الرابع عندك أحمد عبدالله أبو عميم والمركز الخامس إذن علي بسلطان النعيمي والمركز السياز استهانينا لمحمد بن علي الشدي المنصوري عودة بالتوقيت الزمني أربع دقائق ثلاث وثلاثين وخمس وستين جزء من الثانية كان أشعار الربح الذي ربح أنجاز هذا الشو تهانينا للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر